أرحب بضيفي عبر سكاي من لندن دكتور محمد فتوح عضو مجلس نقابة الأطباء المصرية سابقا أهلا بك دكتور أهلا وسهلا بحضرتك دكتور محمد يعني كيف يحدث هذا أن تنشر دراسة لأساتذة في جامعة عين شمس وأسيود ثم يكتشف أن الأرقام غير صحيحة طيب هو يعني أولا مساء الخير عليك وعلى المشاهدين وشكرا على الاستضافة شكرا يعني الكلام ده نطبق عليه الحكمة البليغة لها الفنان محمد سعد في فيلم الليمبي يعني واحد مصاحب علي علوكة وسيد كوخة يعني توقع منه يعني هيتلع طيار فهو نفس حكاية واحد قبل أن يكون مستشار للرئيس السيسي اللي هو يعني كل كلماته وكل تصريحاته تفتقد إلى العلم والمنطق يعني ليس مستغربا عليه أنه هو يعني يطلع تصريحات بالشكل ده أو يشترك في بحث علمي مزيف يعني تم اكتشاف تزييفه بمنتهى السهولة يعني حتى يفتقد إلى الذكاء في التزييف البحث نشر في مارس من السنة دي مشاركة طباء من جامعة عين شامس ومن جامعة أسيوت بيتحدث عن الدواء يطلق عليه الفافي بيرافير وبيقرنوا بالنتائج بتاعة الهيدروكسي كلوريكوين في علاج الحالات البسيطة والمتوسطة من مرض كورونا للأسف أنهما يعني لما حصل الدورية العلمية اللي اسمها نيتشر اللي ابتدت تتساءل عن البحث ده بالنسبة لأرقام بتاعته لأوا أن هي فيه شوية تضرب في الأرقام فطلبوا الأرقام بتاعة اللي هي اللي اعتمدوا عليها في البحث فصراحة المجموعة المشاركة في البحث ده أمدتهم بكذا نسخة من الأرقام لما عملوا مطابقة ديها لأوا أن هي الأرقام دي لا تؤدي إلى النتائج المنشورة بالبحث معلشة ركتور محمد هو يعني إيه الأساتذة اللي شاركوا في البحث ده أمدوهم بكذا نسخة مش المفروض أن ده فريق علمي اشتغل مع بعضه فبالتالي فيه نسخة واحدة ولا إيه مع مفروض أنه هو فيه نسخة واحدة نهائية وده برضو ما هو ده بيثبت ده لأكد شكوكهم أنه هو فيه فعلا فيه تزوير أو تزييف في الأرقام بتاعة البحث يعني وعشان نبقى صارحين ده مش بيحصل مرة واحدة ولا بيحصل يعني بيحصل كتير جدا وخصوصا في البحوث اللي بتطلع من مصر دايما يمكن في الماجستير والدكتوراه وفي البحث العلمي عموما أنه هو بيحصل أنه هو شوية لعبة في الأرقام عشان يطلعنا تقاج اللي هم عايزينها وإحنا لسه شايفين كان فيه برضو بحث من مواسل لأستاذ في جامعة البنها برضو تم اكتشاف أنه هو برضو بخصوص كورونا تم اكتشاف أنه هو برضو مزيف أو بزور فللأسف يعني ده واقع البحث العلمي في مصر وده يعني ده بيؤثر بشكل كبير جدا على شكلنا وعلى مصدقيتنا في العالم كله لما نيجي نتكلم على عندنا أطباء وعندنا بحوث علمية وخصوصا لما الكلام ده يطلع من شخصية برزة زي الدكتور محمد عوض طاج الدين اللي كان ليه صيد كبير محليا ودوليا في مجال أمراض الصدر واللي قابل أن يكون مستشارا للرئيس طب هذه نقطة هم دكتور في الحقيقة نحن نتحدث عن مستشار علمي لرئيس الجمهورية عندما يقر بحثا كهذا هل يعني هذا أن القيادة السياسية في البلاد تعلم بهذا الأمر أو مقر بهذا الأمر ولا قصة البحث العلمي لا ملهاش علاقة بفكرة أن الرئيس يعرف أو ما يعرفش والله يعني من الصعب التكاهن إذا كانت في الرئاسة بس لا أعتقد أن الرئاسة أو القيادة السياسية تتدخل في الحاجات دي لأن هم يعني ناس على باب الله يعني زي ما بيقولوا يعني مش متفقهين في العلم أوي ويدينا شفنا الفضيحة بتاعة جهاز الكفتة اللي كان مفروض بعديها أن هو يحصل تدقيق في كل الحاجات اللي بتخرج من وخاصة اللي هي علاقة بالقيادة السياسية لكن للأسف يعني هذا هو الحال يعني دلوقتي فما أعتقدش أن هم يعني هم متبحرين في العلم لدرجة أن هم يدفقوا بس هي القصة أنه هو طبعا كان مستشار علمي للرئيس وفي الوقت اللي احنا بنتكلم فيه دلوقتي وفي مرض أو وباء شديد بيكتاح العالم كله من ضمنه مصر زي وباء الكورونا لازم يكون فيه تدقيق شديد جدا ولا يضع اسمه في أي دورية طيب بمناسبة التدقيق طيب بمناسبة التدقيق كلما تحدث أحد عن دراسات كهذه خرجت بعض الأصوات الإعلامية في مصر لتتهم نيتشر أو غيرها بأنها مسيسة وتريد تشويه سمعة مصر أنا أسألك هنا ألا يمكن أن يحدث هذا في بريطانيا ألا يمكن أن تصدر دراسة عن أساتذة فيها أرقام مغلوطة وما الذي يعني يحدث بعد ذلك إن حدث خطأ في الأرقام إيه اللي بيحصل بعد كده الأساتذة تقول بيتحسبوا ألا الأمور بيتمر عادي أولا يعني الصعب مقارنة البحث العلمي في بريطانيا بالبحث العلمي في مصر رسائل الماجستير والدكتوراه في مصر بيتباع على الأرصفة وفيه سعر معروف على الإنترنت لأسعار كل حاجة لكن في بريطانيا بيبقى فيه أولا عشان تعمل بحثة أو رسالة زي كده بيتم دراسة البحث قبل البدء فيه ويتم مراجعته أثناء إجراء البحث نفسه وبعد البحث نفسه بيتم تطقيقه ومراجعته كذا مرة من كذا جهة سواء من المكان اللي هو طالع منه أو المكان اللي هيتنشر فيه وما فيش حد هنا في إنجلترا هيتجرأ إنه هو يحط اسمه في بحث مزيف أو مزور لأنه عارف العواقب اللي ممكن تحصل إذا كان طبيب ممكن تنسحب منه رخصة مزاولة المهنة أو إذا كان عالم ممكن يلاحظ بفضيحة علمية ويمنع من أي منحة للبحث العلمي فدي طبعا لها عواقب وخيم حتى لو حصلتش كير حتى لو حصلت لها عواقب وخيمة إذا تم اكتشافها فمتحصلش بالصورة الفجة دي ولا بالشكل دي شكرك شكرا جزيلا عبر سكايب من لندن الدكتور محمد فتوح عضو مجلس نقابة الأطباء المصرية سابقا شكرا جزيلا أبداً اشتركوا في القناة